السلام عليكم كيف انتو مالا بس اليكم بخير صحيحالة بس كوشي مزيان تمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم غادي نشارك معاكم الكريب اللي كيجي حلو وكيجي رائع بزاف والذيذ لذيذ البنات قوم معايا مع المقادير وطريقات التحضير غادي نحتاجو هنا يا نصف الليتر من الحليب نصيطرود الحليب البنات وغادي نحتاجو كذلك جوج كيسان من الدقيق ليكون مغربي وخاص بالحلويات وعندنا هنا ثلاثة دلبيطات حجم صغير يعني صغير او متوسط مهمي لكانو كبارين عملوغي جوج دلبيطات هالبنات وعندنا جوج معلاق دلسكر وجوج معلاق من الزبدة اللي مدوبة وعندنا هنا يا جوج صاشيات من الفاني وشوية دل مليحة نبدأوا على بركته الله غادي فاقصوا البيطات ديالنا في مولينيكس يعني طريقة ساهلة وضغية كيوجد البنات وكيجي لديد 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 بزاف إن شاء الله غادي تجربوه وينال إعجاب ديالكم هنا يا غادي نضيف جوج معلاق كبارين البنات من السكر وطبعا غادي نزيد هنا يا جوج صاشيات من الفاني يعني جوج اللي كيعطي وحنكها رائعة وطريقة اللي جيت سهلة ما كيديش معنا الوقت بزاف وكيجي رائع رائع بزاف غادي نحتاجه هنا يا نصف لتر من الحليب صفي وغادي نضيفه كذلك الدقيق جوج كيسان يعني هنا يا القياس بكاس العنبة جوج كيسان من الدقيق اللي مغربل مزيان وغادي نطحنه كل شي مع بعطياته بها الطريقة ونخليه الزبدة حتى للآخر حتى يتطحن هذه المكونات مع بعطياته مزيان ومن بعد نضيفه عليه الزبدة اللي دوبناها قبل هنا يا جوج معلاق من الزبدة مدوبة وصفي غادي نعوده نطحنه مزيان هنا يا غادي نهبط غي شوية بسباتيلا ديك الدقيق اللي كي يلسقنا في الحشية وصفي ونعوده نخلطه مزيان كيف كتشوفو طريقة جد سهلة وجد مبسطة ما كتديش معانا الوقت بزاف وهنا يا بعد ما تخلط معانا الخاليط مزيان غادي نكبوه في ايناء لها تشكل وغادي نغطيوه بسلوفة وغادي نخلوه نصف ساعة يرتاح خلوه البنات نصف ساعة يرتاح إليك الجو سخول خليوه غير عشرين دقيقة فقط صفي وهنا يا غادي ندوزو بعد ما ارتاح معانا الجين دازت علي نصف ساعة أنا خليت نصف ساعة البنات كيكون خفيف البنات الخاليط خفيف يعني خفيف كتر من من الجينة البغرير يعني الخاليط البغرير أخف منه وهنا يا في مقلات غادي ندهنها بالزبيدة وغادي نوضع فيها كمية من خاليط دينا اي كمية قليلة بالناز باش كتجي رقيقة متجي شي غليطة حيث من الاحسن انها تكون رقيقة ونار مهيلة بزاف عفيا اللي تكون مهيلة نقصوا اللبوطة وخلي وهي يطيب على خاطر خاطره ما كيديش الوقت بزاف ضغية كيطيب ابقوا وردين معاه البل باش ما يتحرق لكم ضغية كيطيب وصافي هنا يام بعد ما كي نشوف الناحط كد نشوف معانا العجينة مزيان كيف كتشوفو وخاتم لكم شيفو قاعات ماشي مشكل عادي جداً سوف نقلبه كيف دينا بها الطريقة وصافي سوف نزولوها شوفو بها الطريقة كتجي رائعة سوف نوضعوها البناز سوف نوضعوها في منديل ونغطوها باش كترجع لها ديك السهودية دياله وكترجع راطبة وغزالة كثير ضروري البناز من هاد العملية سوف نغطوها بعد ما تزولوها من فوق العفية سوف نغطوها كل ما تعدلو حيدة نزلوها وغطوهم صافي وهكذا كنستمرو بنفس الطريقة كيف كتشوفو يعني كنوضعو غير شوية من الخالط وكنوزعوه الى المقلة ديالنا صافي وحتى كنشوفو الجواني بدو كيتحمرو وكنقلبوها عادي جدا وساهلة بزاف صافي وكنستمرو بنفس الطريقة تكنسلو الكمية اللي عندنا بالنسبة لكمية البنات هاد المقدار هاد خرج لي 15 وحدة هاد المقدار هاد كيف كتشوفوه 15 وحدة وما تنساوش البنات تدعموني باللايكات والاشتراكات والاشتراكات ودبا غادي تستمرو نفس الطريقة حتى غادي نسالي الكمية اللي عندي كاملة كيف كتشوفو في الفيديو لها تشكلك الكريب دينا رائع رائع بزاف والديد تمنى انه ينال اعجاب ديلكم وتجربوها وتردو عليها في التعاليق ان شاء الله يربي ودبا غادي ندوزو باش نعمروا الكريب دينا وانا ايا انا استعملت۔ شوكولات للدهن اي شوكولات كنت عند بكم او ايłącz الكلتتفضونة انا استعملت هذا يعني سينتهن غادي نفس fet بهاتطريقة يعني ال 모든 طريقه هاتطريقة ننقلبوه والله اللي هاتطة دهنه بالشوكولات وانايا عندي شوية ده القرقاء اللي هرمشتو غي شوية هكدا وغادي نضيفو كيجي رائع بزاف الكريب عيجر ربوا هالبنات كيجي رائع رائع وكيجي لديد هادا الشكلات مع القرقاء كيجي رائع وانتو ما كيبقى لكم الاختيار تعمروه باش ما بغيتو وطبعا باللي متوفر تعمروه ممكن تدهنوها غي بلسل او غي بشوكولات فقط يعني ما زيدو ما تشي اضافة او لبلسل او ل يعني بصوص شوكولات يعني اي صلصة شوكولات عندكم ممكن تحضروها في البيت واتدهنوه بها ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة نبارتاجي معكم صلصة شوكولات يعني تحضير منزليك ملدادين ان شاء الله مبرتاجيها معكم وكنستمر بهاتشكل تكنسلي الكمية اللي عندي كاملة وكيكون هادا هو شكله نهائي انا زواقته بصوص كراميل وشوية لوز ايفيلي وانتو ما كيبقى لكم الاختيار في التزيين وممكن زينوها غي بخطوطة دو الشوكولات متمنى انه ينال اعجاب ديالكم وشكرا لكم بزاف بزاف